السلام عليكم ايه الاخبار عاملين ايه حلوين ياربا كلكم تكونوا كويسين النهاردة هنعمل مع بعض الازة ارئيش سواء بالعجوة او سادة طعمها خطير يا جماعة طعمها طحفة جدا وفي ايام الاجازة اللي احنا فيها دي وايام الشاتة كده محتاجة كوبات شاي بلبن مع القوشة بيكون طعمها خطير وطعمها خطير يا جماعة عايز اقولكم انه خلال ساعة تقريبا هتكون كمية كلها خالصة معكم وهتتخبز بكل سهولة وطبعا شايفين شكلها قدقين وشاهي وتعامها طحفة جدا اكتر من شكلها والحقيقة انا محتورة بين انهي احلها سواء اللي بالعجوة اللي مبرم ارمشها من جوه طريعه على شكل العجوة والالتانية اللي بسائل السادة طعمها خطير كلهم طعمهم احلى من بعض يلا نبدأ مع بعض بكل سهولة اول حاجة عندي ببتدي ان انا حمص كمية السمسم هنا لكل كيلو دي بستخدم له معلقة او معلقتين بس من السمسم وده بيكون اختياري لكن انا كنت اعمل كمية اكبر فحمصت السمسم كل مع بعض لكل كيلو من الديق بستخدم معاه معلقة من السمسم وتقدروا تضيفه كمية اكبر او حتى تلغوه اكتر لان كل ده بيكون اختياري بعد كده المناكهات او المطيبات اللي انا بضيفها للعجينة بتاعتي بضيف شمر وينسون ومحلة بتقدروا تستبدلوا الكل ده بريحة الكحك اول حاجة ببتدي ان انا جاهز العجينة بان انا بضيف معلقة من السكر وعليهم معلقتين صغيرين من الخميرة وبضيف معهم معلقة صغيرة كمان من البايكين باودر بعد كده ببتدي ان انا بضيف عليهم كوباية من الحليب طبعا الحليب لازم بيكون دافي وببتدي ان انا نقلبهم مع بعض وخليه على جنب لغاية ما بتاكد ان الخميرة بتاعتي شغالة ومدفعلة وخاطرة اختبار الخميرة دي مهمة جدا طالما احنا مش متأكدين ان الخميرة بتاعتنا مدفعلة اولا لكن لو احنا بنشتغل بيها على طول ومتأكدين منها فممكن نضيف كل ده على الديق بتاعنا على طول وبقلب الخليط ده مع بعضه كويس جدا لغاية ما بتأكد ان الخميرة كلها دابت ببتدي ان انا غطيها وخليها على جنب بعد كده هنبتدي ان انا نجهز العجينة بتاعتنا الأسفل عندي كيلو من الديق ببتدي ان انا نخله كويس جدا وعلى فكرة يا جماعة نخل الديق سواء في الكيك او في المعجنات مهم جدا وبيخلي العجينة بتاعتي بتكون هشة وتحفة جدا بعد كده لتنكيه لكل كيلو من الديق بضيف معلقة او معلقة ونص من السمسم طبعا ده اختياري وكمية السمسم اللي انتو بتدفوها بتكون حسب رغبتكم حابين تقللوا او تكتروا عن كده مفيش مشكلة بعد كده بضيف نص معلقة من كل من المحلب وده بيدي ريحة وطعم حلو جدا للعجينة بتاعتي وبضيف كمان نص معلقة من الشمر المطحون وطبعا المحلب بيكون نطحون برضو كلهم بحماصهم قبل كده وبعد كده ببتدي ان انا اطحانهم وضيفهم على العجينة بتاعتي بضيف معاها ونص معلقة من الشمر ونص معلقة كمان من السمسق اللي ينسون المجروش وببتدي ان انا اضيفهم معاها ودي كلها مكونات اختيارية وتقدروا ان انتو تستبدلوا كل المناكهات دي بريحة الكحكم اللي عند العطار بعد كده بضيف رشة بس من الملح كده ده اللي انتو شفتوه بس ان انا اضفته وبعد كده ببتدي ان انا اضيف عليها معلقة من البيكين باودر اللي المفروض كنت اضفتها مع الخميلة بس ما اضفتهوش وهنا عندي لكل كيلو من الدقيق ببتدي ان انا ضيف كوباية ونص من المادة الدهنية سواء كانت سمنة او زبدة او زيت انا هنا عملت ميكس بين التلاتة ضيفت كوباية من السمنة على الزبدة ونص كوباية من الزيت بعد كده ببتدي ان انا بس العجينة يعني ببتدي ان انا قلب الديق فيها كلها كده لغاية ما كلها تمتازك بالدقيق وهنا بعد ما بتأكد ان الديق بتاعتغطة كله كويس جدا جدا بالمادة الدهنية ببتدي ان انا ضيف عليه خليط الخميرة وبنزل بعدها تدريجي عليه باللبن لو مش حابين ان انتو تضيفوا كل الكمية من اللبن تقدروا ان انتو تضيفوا لبن ومية بس طبعا طعم اللبن واليقيم الغذائية بتاعتو بتبقى اعلى من المية وهنا اضفت على كيلو دي كوبية ونص من الحليب وطبعا ده بالحليب اللي انا اضفته مع الخميرة وببتدي بعدها ان انا عجين كويس جدا جدا لغاية ما العجين بتاعتي بتكون نعمة جدا كويس جدا وبتدي بعد كده ان انا خليها ترتاح وطبعا دي خطوة مهمة جدا علشان العجينة بتاعتي وانا بقطعها تكون اسهل وحتى في التشكير بيكون شكلها احلى ببتدي ان انا خلي العجينة ترتاح وعلى ما العجينة ترتاح انا كنت قلتلكم في الاول ان انا هعمل كمية اكبر من الديق انا هنا كنت عاملة 5 كيلو من الديق بعمله بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الكيلو بالزبط ببتدي ان انا هنخل الديق وبعد كده عامل خليط الخميرة وبعد كده ببتدي ان انا نضيف عليه السمسم وكل المناكهات اللي انا كنت اضفتها في الاول لكن هنا لازم تعرفوا حاجة مهمة جدا هي ان احنا بنضيف المكونات لازم نكون معايرينها كويس جدا سواء للكيلو او للخمسة كيلو او لأي حاجة ببتدي ان انا اضيفهم مع بعض كويس جدا وقلب كل المناكهات مع بعض مع الديق وبعد كده بنزل عليهم بالمادة الدهنية وقصدت هنا ان انا وريكم ان انا الكوباية اللي انا استخدمتها كانت عاملة ازاي ووريكم ان انا بقيس او بعير كل الكوباية الوحدة وبتدي ان انا نزلها يعني لو انا عملة 5 كيلو بنزل 5 كوباية من السمن او الزبدة وعليهم كوبايتين ونص من الزيت وطبعا تقدروا ان انتوا تبدلوا بين الزيت او الزمن او الزبدة لكن ده بيكون احسن مكسة لان الزيت اللي واحده بيخليها تبقى نشفة والسمن الوحدا بتخليها تبقى linhaكета لكن الزيت مع الزامن او لو ضفنا معهم زبدة بيخلي المكسة ده حلو قوي وبعد كده ببتدي ان انا بس اللعيجينة لغاية ما بتأكد كلها نفس ان احنا عملنا ان هي كلها اتغطت بالمادة الدهنية وبعد كده ببتدي ان انا نزل عليها بخليط الخميرة ونفس الكلام ببتدي ان انا بعد ما اضيفت خليط الخميرة ببتدي ان انا نزل بعدها بالتدريج عليها باللبن وهنا الخامسة كيلو ديق كانوا اخدوا مني تقريبا اثنين كيلو ونصف من الحليب وطبعا ده بيختلف من نوع ديق للتانية فطبعا لازم نضيف بالتدريج يعني احنا ما ينفعش ان احنا نضيف الدقيء كل مرة واحدة وطبعا بعد كده ببتدي ان انا عجل العجينة وخليها ترتاح وهنا كانت العجينة الصغيرة اللي احنا عملناها في الاول ارتاحت ببتدي ان انا اخد منها قطع وبتدي ان انا اشكلها وعلشان اعمل Kabla 1998 بتاعتي او اوصل لشكل اللواء وان اقول سابع القرائش ده وبتدي اول حاجة ان انا اخد العجينة بتاعتي عملها على شكل استوانة وبتدي ان انا قلبها كويس جدا او ده حرجة كويس جدا كده زي ما انتم شايفين ودي خطوة مهمة جدا وبتفرق جدا جدا في نعومة وشكل اللي ارقيش بعد كده لما باجي قطعها ولما باجي ان انا سويها بعد كده بعد ما اتأكدت ان انا يعني اعجنتها كويس جدا ببتدي ان انا افردها كده بأداية زي ما انتم شفتم وبتدي ان انا سويها بالسكينة وطبعا ده بس بيكون علشان الشكل النهائي مش اكتر يعني لو انتم ما بيفرقش معاكم الشكل فطبعا كل ده مش هيفرق وبتدوا ان انتم قطعوا على طول بعد كده انا بحب ان انا استخدم معاها للتقطيع السكينة اللي هي المشرشرة لانها بتدي شكل احلى للعجينة وبعد كده بتديها لما بتتخبس بيدقة شكلها احلى وبيكون شكلها ممتازم اكتر وبعد ما بقطعها بكون مجهزة الصونية او الصوج بتاع اللي انا هبتدي ان انا رصها فيه وطبعا مش بكون دهناب اي مادة دهنية ولا اي حاجة بكون غسلية وبنشفات كويس جدا 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 يعني ما يكونش فيه ولا نقطة من المية وببتدي ان انا قطعهم كويس مع بعض وبعد كده ببتدي ان انا رصها وهنا ببتدي ان انا ارصها على الجنب اللي كان من جوه علشان بيديني شكلها منتظم اكتر ببتدي ان انا قطعها ورصها كده بالشكل ده وطبعا بنخلي بينهم فراغات يعني بسيطة علشان بس العجينة بتعلى هي مش بتفرش قوي لكنها بتعلى الفوق كبير فبياخد كمية كبيرة علشان بس التسوية والحرارة توصل لكل واحد من الارقيش ببتدي ان انا رصهم كده فيها كويس جدا وبعد كده بسيبها لغاية علشان يختمروا طبعا هنا علشان الجو كان عندي برد خليتهم يختمروا جوه الفرن واخدوا في الاختمار حوالي ساعة لربع وبكده نكون انتهينا من تشكيل الارقيش السادة بعد كده علشان نشكل الارقيش بالعجوة ببتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي ببتدي ان انا افردها بالشوبك او بالنشابة اي ان كان بتسموقي لان انا عايزة اوصل العجينة تكون سمكها رفيع جدا علشان بعد كده لما ضيف عليها العجينة وسواء انا هعملها رول او هقسمها على اثنين على العجينة على العجوة بتاعتي ما تكونش العجينة بتاعتي سميكة وبعد كده لما اجي سويها تطلع مش مستوية او تطلع انا عايزها مقرمشة من برا ومن جوة تكون خفيفة وتكون مش مقرمشة بعدكده ببتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي كويس جدا بفضل عجوة لبعضها تكون بعد وقدة كلها الشكل المستوي وعايز اقول لكم بس خلي بالكم لو انتو هتعملوا كمية كبيرة ان انتو فيه انواع من الديق اللي انا استخدمتها يعني انا استخدمت هنا نوعين من الديق فيه النوع اللي انا استخدمته في الاول وفيه النوع اللي انا استخدمته مع العجنة الكبيرة النوع اللي انا استخدمته في الاول كان كويس جدا وبيشرب المادة الدهنية وما فيش اي مشكلة فيه لكن الديق اللي انا استخدمته مع العجنة الكبيرة كان بينطر المادة الدهنية يعني كل ما بحجن العجينة بسيبها ترتاح بلاقيين ان دي نطر المادة الدهنية بعد كده طبعا حاجنتها كويس وحاولت وتعاملت معها والحمد الله طلعت تحفة جدا بس بقولكم لو انتم هتعملوا كمية كبيرة خلوا بالكم من انتم بعد كده تجربوا في كمية دي قليلة طبعا هنا انا كنت شكلت اللي لاقيش بالعجوة بتاعتي وبعد كده حطتها في السمسم وبعد كده دخلت كله يختمر جوه الفرن يعني بشغل الفرن لمدة 10 دقيقة وبطفيها بتأكد تماما ان انا طفيتها وبس بس ديئتين كده وبدخل فيها السجاد بتاعتي كلها تختمر جوه الفرن طبعا واضح شكل الارايش قد ايه تحفة وهي لسه ما اختمرتش ولسه دخلها جوه الفرن تختمر وبعد كده باخدها على الفرن بتاعتي بعد كده بعد ما بتكون اختمرت انا هنا ستاة اختمر لمدة ساعة اللي وخطوة التخمير دي مهمة جدا لازم تتأكدوا ان العجينة بتاعتكم اختمرت كويس وخصوصا ان احنا في الشتاء دلوقتي العجينة مش بتختمر بسهولة لان العجينة لما بنسابها تختمر بعد كده لما بنجي نخبزها بتكون هشة وطعمها تحفة جدا وطبعا دي بعد ما طلعت من الفرن قد ايه تعمها وريحتها مالية لبيت كله وطعمها كان خطير يا جماعة وشوفوا طبعا ايه سخنة هنا انا مش قادر مسكها بس في ايديه شوفوا طلعة شكلها تحفة ازاي ما شاء الله طعمها كان خطير والريحة بتاعتها كلها طعمها خطير جدا جربوها يا جماعة وجربوها مع الشاي بلبن ومع الشاي وعلى فكرة الكيلو الدقيق كله يعني من اول ما تبتدوا ان انتوا تحجزوا او تعجنوا مش هياخد معاكم ساعة على بعض وللخبز هنا ببتدي ان انا سخن الفرن على اعلى درجة حرارة بعد كده ببتدي ان انا نزلها على درجة حرارة 180 وبدخل فيها لقرائش لان احنا لو دخلناها على درجة حرارة عالية جدا انا ببتدي ان انا سخن الفرن على اعلى درجة حرارة وبعد كده بنزلها على درجة 180 وبتدي ان انا دخلها في الرف اللي في النص او في الرف اللي فوقه كمان يعني انا بدخل ساجين مع بعض في الفرن وفي وقت الخبز يا جماعة لازم تكونوا ملاحظينها وقفين جنبها يعني ما تسيبهاش وتروحوا تعملوا اي حاجة يعني تلاحظوا اول ما تاخد لون من تحت لو ما كانتش اخدت نفس اللون من فوق بتبتدي ان انتوا تطلقوها على الرف اللي من فوق بعد كده يعني اقلب بين الصواني من فوق ولي تحت وطبعا بدورهاك اكتر من مرة هي جو الفرن علشان توزيع الحرارة فيها وطبعا يا جماعة شوفوا اللون بتاعها طحفة طعمها كان خطير يعني جربوها وعملوا كل التريكس اللي انا قلت لكم عليها دي وخدوا بالكم من موضوع الخميرة وموضوع الدي لو هتعملوا كمية كبيرة جربوا الاول في نصف كيلو دي او حاجة لو لقيتوا ان دي ده من اللي هو اللي مش بيشرب المادة الدهنية اللي هو بينطر الادام زي ما بيقولوا طبعا ما تعملوش به لان هو هيتعبكم جدا في التشكيل وفي التقطيع وجربوا انا باستقدم نوع دي عادي جدا جربوا استقدموا اكتر من نوع دي واللي رياحكم ابتدوا ان انتوا عملوا به لو انتوا هتعملوا كمية كبيرة لكن لو انتوا هتعملوا كيلو او حاجة فجربوا فيه وسهل جدا يعني لو انتوا ما عملتوهاش قبل كده خالص هي في منتهى السهولة جربوها واكتبوا لي في الكومنس ايه رأيكم فيها واتمنى يكون الفيديو عجبكم ويعني الارماشة هتفضل معكم لاخر يوم وهتعملوا البيت كله بريحة الخبز وريحة البركة جربوها واحنا في الاجازة دلوقتي وعملوها مع ولدكم كده وبستوا وعملوا فايب لذيذ في البيت وبالنسبة للارئيش اللي بالعجوة عايز اقولكم على اكتر من تريك فيها لازم تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوها اول حاجة نوع العجوة بيفرق من نوع للتاني فيه نوع بينشف في الفرن وفيه نوع بيتفرد كويس جدا وبيبقى طري جوه الفرن ده انا كنت جاباة من محلات مستلزمات الحلويات النوع عادي جدا بجيبه بالكيلو بعد كده قبل ما بتحطوا القرئيش يعني بعد ما بتقطعوها وبتحشوها قبل ما بتحطوها في السمسم بتحطوها في المية او بتعملوا عليها بخاخ مية وبتحطوها في السمسم علشان تبدأ المحتفظة بالسمسم بتاعها وما تبتديش ان هي تنزل كل السمسم اللي عليها شوفوا قد ايه يا جماعة شكلها تحفة جدا وخطيرة يعني بصوا من جوه طرية ومن برم ارمشة طعمها خطير يعني ما شاء الله لك هو تقيلة بالله مفيش اي حد دقها الا هي عجبته جدا ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة باي باي